لم يكن جمعة بن سالم سوى واحد من عشرات من سائق سيارات الاجرى في مدينة بنزرد في تونس هو الان في الخامسة والاربعين في بنزرد ولد وفيها ترعرع وقليلا ما غادرها يعرف المدينة شارعا بشارع ولم تكن غريبة عنها اغلب تلك الوجوه التي يصادفها اثناء ساعات عمله الطويلة في العام ثمانية والفين كان في الخامسة والاربعين يسر لجلسائه من اصدقائه بانه في عز المرحلة التي يكتمل فيها ندج الرجال ثمان سنوات من قبل في العام الفين تزوج امرأة من بنات مدينة بنزرد اسمها نادي بن هادي زواجهما ذاك توج قصة حب بدأت بضعة اعوام من قبل وكان الجمعة قد تعرف على ناديا صدفة لما اوصلها الى محل للخياطة تملكه في زنقة صلاح بن علي بادرها بالبوح بحبها وكان لبوحه صدا في نفس ناديا التي كانت شابة في منتصف العقد الثالث كانت مطلقة بلا اولاد كانت تتحاشى الخوض في تجربة زواجها الفاشل ذاك وكانت توحي الى كل من يهم بسؤالها بانها صفحة من ماضيها طوتها ولا ترغب في الخوض فيها كان جمعة نفسه يتحاشى النبش في ماضيها ذاك كان الاهم لديه انه يحبها وانها تحبه ثم انهما رزق ولدين صار محط كل اهتمامهما يبدأ يوم جمعة بن سالم بنقل ولديه حسين وعبد الرازق الى المدرسة بعد ذلك يعود الى البيت حيث تنتظره ناديا ليحملها الى محل الخياطة هناك في زنقة صلاح بن علي كان المحل يعرف اقبالا لا بأس به وكان ذلك ما يبرر قضاء ناديا اغلب نهارها هناك بعد نقل الولدين الى المدرسة وناديا الى ورشة الخياطة يبدأ يوم العمل لدى جمعة على كراس سيارته يتعاقب زبائن كثيرون وجوه كثيرة لم تكن غريبة عنه ينقلها الى وجهاتها المختلفة في مدينة بنزرت يتنقل من جنوبها الى شمالها يعبر الجسر مرات ويجوب الشوارع والازقة في المرآة العاكسة تتعاقب لديه وجوه وملامح لنساء ورجال من اعمار مختلفة تكاد كل الايام تتشابه لديه ولكنه لن ينسى الذي حدث ذاك الاربعاء كان عليه ككل اربعاء من كل اسبوع ان يمضي لنقل ولديه من المدرسة الى البيت حيث تتولى العناية بهما جدتهما والدته بعد ذلك سيكون عليه ان يمضي الى زنقة صلاح بن علي في السادسة والنصف تغلق نادية باب محل الخياطة بعد انصراف ثلاث عاملات تساعدنها في الاشغال التي تقوم بها ضمن مناولة لحساب احدى الشركات الكبرى بين العودة بولديه من المدرسة ونهاية يوم العمل في ورشة الخياطة يبقى لدى جمعة متسع من الوقت يستطيع ان يعمل ساعتين اضافيتين قبل ان يحين الوقت الذي يخصصه لزوجته بعد ذلك يركن سيارته في باب منزله في اخر زنقة المدة في ذلك اليوم بعد ان انزل ولديه في باب سكنه واطمأن الى دخولهما مضى يبحث عن زبون في انتظار حلول موعده مع نادية كان يسلك شارع يوغورطا في المقعد الخلفي جلست امرأة قدر انها اربعينية وقد لفت انتباهه اليها امران اناقتها والعطر الذي ملأ اريجه مقصورة التاكسي قبل ان يصل الى حيث يتقاطع شارع يوغورطا مع شارع الامير عبدالقادر رأى زوجته كانت تقف مع امرأتين لم يسبق له ان رآهما بدى له ان النسوة الثلاث منهمكات في حديث اخذ منهن كل الاهتمام خفف السرعة لما صار بمحاذاتهم ثم واصل الطريق وقد ايقن انها نادية ثم بدأت تداهمه التساؤلات ما الذي تفعله نادية في ذلك المكان وفي تلك الساعة ومن تكون المرأتان من تكونان لم يجد من فوره جوابا لما يختلج في ذهنه سمع المرأة التي تجلس في الكرسي الخلفي تطلب منه التوقف في وسط شارع عمر بن الخطاب نزلت وظل اريج عطرها يملأ المكان ظن انه لم يبتعد كثيرا عن المكان الذي رأى فيه زوجته والمرأة لما لا يعود الى هناك فقد تكون بحاجة الى من يوصلها الى مكان عملها لما عاد لم يجدها ولم تكن هناك المرأتان التين كانت تتبادل معهما اطراف الحديث عليه ان يتحمل الحاح الاسئلة التي تدور بذهنه هل هي الغيرة ما كان يزيد من حيرته ان نادية عودته ان تبلغه بمواعيدها خارج محل الخياطة حين تكون لها مواعيد يحاول ان يطمئن نفسه يقول ان لقاءها مع المرأتين قد يكون موعدا طارئا ثم ما المقلق في الامر قبل السادسة مساء اركب زبونين جديدين لما ودع الاخير في شارع المونج سليم كانت الساعة تشير الى السادسة وخمسة عشرة دقيقة عليه ان يبحث عن الطريق الاقرب الى زنقة صلاح بن علي وقد نجح في السادسة والنصف كان يقف امام باب محل الخياطة لقد الف ان ينتظر احيانا الى ما بعد السادسة والنصف بعشر دقائق الى ربع ساعة كذلك كان الامر ذاك المساء في السادسة وخمسين دقيقة خرجت اثنتان من مساعداتها ثم ظهرت بالباب وهو ينتظرها كان يسائل نفسه حول ما اذا كان عليه ان يفاتحها في موضوع وجودها في شارع يغورطة ام يمسك وينتظر ان تحدثه عن الموضوع قرر الانتظار ركبت القت بجسدها على الكرسي لقد الف منها تلك الحركة التي تريد بها الى اثهامه انها امضت يوما من العمل المضني سألها ان كانت بخير يعلم ان عليه ان ينتظر بضع دقائق قبل ان يأتيه الجواب ردت انها امضت يوما كباقي الايام فهيما جمع انها لن تتحدث عن خروجها من محل الخياطة وذهابها الى شارع يغورطة عادت التساؤلات تطرح لديه هل في الامر اسرارا لا تريد البوح بها من اعماقه جاءه ما يدعوه الى التريث امضى الزوجان ذاك المساء ككل مساءاتهما منذ ان تزوج قبل ثمانية اعوام ولما اويا الى فراشهما نامت بينما ظله ويحدق بعينين مفتوحتين في الظلام هل هي غيرته عليها؟ هل هي الشكوك تتسلل الى قلبه؟ يظن انه امضى جزءا كبيرا من الليل يفكر لا يدري متى نام في الصباح لما رن منبه الساعة وكان يضبطه على السادسة والنصف احس بتعب شديد بعد نصف ساعة ايقظ ولديه كانت نادية قد اعدت وجبة الفطور ثم بدأ يوم اخر لن يختلف مبدئيا عن باقي الايام التي سبقتها يومها وهو ينقل الزبائن الى الوجهات المختلفة من بنزرت ظلت تلازمه تساؤلاته عن سر اللقاء الذي تم في شارع يوغورطا بالامس بين نادية وامرأتين لم يعرفهما من قبل وقد ازدادت التساؤلات الحاحا عليها لانها لم تحدث عن ذاك اللقاء يومها ذاك الاربعاء عبر الجسر وقد ركب معه رجلان يريدان الى ميناء الصيد ولما صار على رصيف طارق بن زياد رآها تركب سيارة رمادية ظن انها غيرت ملابسها وكان في ذلك ما اجج شكوكه اكثر لن يستطيع اقتفاء اثرها مضى بزبونيه الى ميناء الصيد قرر ان يسائلها في المساء بعد عودتهما الى البيت لما كان ينتظرها في باب محل الخياطة كان قد بلغ درجة قصوى من الغضب لم يبلغها منذ ان تزوجها بالنسبة اليه خروجها وقد غيرت الملابس التي ارتدتها لتذهب الى عملها لسم اخر له غير الخيانة كان يقول لنفسه ان اي احد لن يستطيع اقناعه بخلاف ما يظنه الان وقد رآها مرتين خارج محل الخياطة جاءت ترتدي الملابس التي خرجت بها من منزلها صباحا استلقت على الكرسي واغلقت الباب بحركة الية وضعت حزام السلامة انطلق ولم ينطق كلمة واحدة كان مقطبا جبينة وقد علت محياه صفرا بعد المرات القليلة التي رأته على تلك الحالة صارت نادية تفضل الصمت توقف بباب منزل نزلت ودخلت تحمل حقيبتها اليدوية التي علقتها على كتفها الايسر جلس في الصالون لم يذهب الى غرفة ولديه حسين عبد الرازق جلس في الصالون وصار يتابع شريطا وثائقيا كان يبث على احدى القنوات المحلية مرت من الصالون فلاحظت انه شارد الذهن لا يهتم بما في الشريط الوثائقي لم يعد لديها شك ان زوجها يفكر في امر جلل يشغل باله عليها ان تختار اللحظة المناسبة لتسأله ولتعلم حقيقة الامر دخلت غرفة ولديهما واغلقت الباب لعلها تراجع معهما واجباتها المدرسية في الصالون انتهى الفيلم الوثائقي ولم ينتبه فوزي الى ذلك ثم فتحت الباب وخرجت حرصت على اقفالها ثم اقتربت منها ووضعت يدها على كتفيه ما الذي يشغل بالك يا حبيبي نظر اليها ولم يرد لم تكن تلك عادته الان ايقنت ان ما يشغل باله امر خطير ثم عادت تسأله ما الذي يشغل بالك عاد ينظر اليها نظراته تخترق عينيها بل تكتسحهما تقرأ فيها غضبا نادرا ما لمسته لديه ثم تكلم اخيرا تسألينني كان الاجدر بك ان تسألي نفسك ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد ماذا ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد انا لم اغادر محل الخياطة ولا زنق تصلح بن علي لو ان احدا قال لي لما صدقته ولكني رأيتك بعيني هاتين واشار الى عينيه سكتت وقد ظن انه باغتها ثم جاء صوتها قلت لك انني لم اغادر محل الخياطة ثم هل صرت تراقبني هل صرت تشك فيه اذا كان الامر كذلك فالافضل لنا ان نفترق قلت لك انني رأيتك مرتين اليوم انت تركبين سيارة في رصيف طارق بن زياد ومن قبل وانت في شارع يوغورطة تتحدثين الى امرأتين لم يسبق ان رأيتهما عادت لتؤكد له انها لم تغادر محل الخياطة وانها لم تمضي الى حيث قال انه رأاها فضل الامساك عن الخوض في هذا الموضوع وقرر ان يراقبها على مدى ثلاثة ايام كان بعد ان يتركها في باب محل الخياطة يذهب ليركن السيارة في مكان غير بعيد ثم يراقب باب محل الخياطة لم يتمكن من رصدها وهي تغادر خارجة في اليوم الرابع بينما هو في شارع هد شاكر رأاها كان راجلا اسرع الخطى في اثرها ثم رأاها تريد الدخول الى احدى العمارات السكنية وقد خشي ان يفقد اثرها جرى امسك بها من ذراعها التفتت اليه فقال الان لن تستطيع الانكار كانت المرأة تنظر اليه بدهشة دقق النظر في وجهها لم تكن نادية المرأة التي امامه تحمل خالا على خدها الايمن ثم ان نظراتها تختلف عن نظرات نادية عجل بالاعتذار ابتسمت في وجهه وهي تقول لا بأس وقد شجعته كلماتها تلك على القول انها تشبه زوجته فكر ان يجعلهما تلتقيان كان الموعد يوم احد وكان اللقاء في مقهى وسط المدينة اكتشفت نادية ان تلك التي تشبهها لم تكن سوى شقيقتها التوأم التي فقدت كل اثر لها منذ ان انتقلت الى العيش في بنزرد لتطوي صفحة ماضي في جملته زواجها السابق ابلغتها ليلى وذاك اسم شقيقتها انها جاءت تبحث عنها وانها توجد في بنزرد منذ ثلاثة اسابيع اثناء استضافتها في بيتهما علم جمعة وناديا ان ليلى لم تأتي الى بنزرد بحثا عن شقيقتها التوأم فقط بل ايضا هاربة من زوجها الذي اكتشفت خيانته كان يرفض تطليقها ويأتي كل مساء الى بيت امهما يترصدها قالت انها ابلغت الشرطة لكنه ظل طليقا يتعقبها صمتت قليلا وقالت لقد ارتحت منذ ان حللت ببنزرد وحتى تجنبها ملاحقاته قررت ناديا ان تلحق شقيقتها بورشة الخياطة كانت قد تابعت دراسة في المحاسبة وكانت ناديا بحاجة الى من يدير حسابات الورشة بعد ثلاثة اشهر فوجئت ليلى بزوجها يقف بباب الورشة لم تتمكن من الخروج ولما اخبرت شقيقتها بوجوده هناك لم تتردد في ابلاغ الشرطة التي حضرت وامسكت به كان في حالة سكر ولما تم تفتيشه عثر معه على مدية من الحجم الكبير لم يستطع ان ينكر نيته في قتل زوجته الهاربة منه